بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم يا حضرات عايزة ديكو أبديت عن الدبلومة الأمريكية عن قرارات وزارة التربية والتعليم عن اللخبطة اللي حصلة في مصر بالنسبة لامتحان الـ ACT والـ EST للدبلومة الأمريكية النهاردة كان فيه خبرين مهمين جدا 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 الخبر الأول أنا قريته على Group Rightway to ACT على الفيسبوك بس للأسف مش لقيه دلوقتي حابب كنت أوريل حضراتكم بس مش لقيه معرفش هل هو تشال ولا أنا شفته في مكان تاني المهم الخبر ببساطة كان بيقول إن السيد وزير التربية والتعليم كان في جلسة في البرلمان وكانوا بيتكلموا معاه على موضوع القرار بتاع 14 فبراير موضوع إن الـ EST يكون هو الامتحان الوحيد اللي مقبول في التنسيق المصري وإن الـ ACT لا يعتد به بعد شهر 8 والكلام ده كل فالخبر بيقول إن الوزير وعد النواب إن هو حيدرس الموضوع وإنه حيدرس اقتراح إنه هو ممكن يأجل القرار ده على grade 11 و12 خالص يعني يبتدي يتطبق على grade 10 مش على 11 و12 أو إنه هو حينظر تاني في موضوع مد المهلة حاجة زي كده المهم يعني خلاصة الكلام إن السيد الوزير لقى اعتراض من النواب في البرلمان مش بس من أولياء الأمور زي حضراتكم وإنه هو قال لهم يعني أوعدكم إن إحنا حاول إن إحنا نصلح الموضوع ده الخبر الأولاني اللي أنا أريته المشكلة بقى في الخبر التاني الخبر التاني أريته بعدها يعني ما فيش بخمس دقائق تقريبا على الصفحة الرسمية للسيد وزير التربية والتعليم بيقول تقريبا كده ما معناه إن كل حاجة زي ما هي وفيش حاجة حتظاهر حاوري حضراتكم الخبر شكله إيه بسرعة بصوا معي على الشاشة تود وزارة التربية والتعليم كذا إنها تقول إن رقم واحد أو هنا واحد امتحانات الأس إي تي مقبولة في تنسيق الجامعات حتى 15 فبرا يعني لن يعتد بنتائج هذا الامتحان بعد هذا التاريخ طبعا هو هنا ما ذكرش الطلبة اللي عايشين بره طلبة الخليج إنما هو قبل كده كان قال إن طلاب الخليج حيقبل درجات الأس إي تي بتاعتهم لغاية نص ثمانية فما ظنش إن في حاجة تغيرت هنا المهم إنه هو نفس الكلامي طيب رقم اتنين امتحانات الأي سي تي مقبولة حتى تاريخ 15 أغسطس 2021 وده نفس اللي هو قبل كده يعني بيؤكد على نفس الحاجات امتحانات الأي أس تي الدولية والتي تديرها وزارة تربية والتعليم هي الامتحانات الرسمية الوحيدة المؤهلة للتنسيق بالجامعات المصرية بعد فترة السماح اللي هي 15-8 لطلاب جريتز 11-12 نفس الكلام يسمح لطلاب 11-12 بالماتشن والسوبر ماتشن ماشي نفس الكلام طيب ايه تاني يتغير؟ والله ما فيش حاجة تغيرت بس فيه هنا نقطة مهمة بيقول أما أمور تنسيق هذه الشهادات والنسبة المحددة لها فهو من شأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط والقبول بالجامعات الدولية في مصر أو خارجها له ضوابط خاصة ومشاهدها المهم يعني أن هو بيقول تقريبا ما لناش دعوة بحطة النسبة والتنسيق والجامعات والكلام ده كله لأن فيه ناس كانت معترضة وبطول حيدخلوا ازاي جامعات دولية لو امتحنوا الـ EST هو بيقولك أنا ما ليش دعوة دي وزارة التعليم العالي طيب آخر حاجة خالص بقى ودي هي الغريبة شوية نرجو عدم الاستماع لما يردده رواد السوشيل ميديا اللي هو حضراتكو يا ممن يروجون لاستثناءات أو تغيير في القرارات وهو ما لم يحدث ولن يحدث في هذا الموضوع فده يعني مش عارف تقريبا كده النفي صريح لفكرة ان هو حيدرس الموضوع ويمكن يعمل حاجة والله أعلم طبعا الكلام ده طبعا هقول لحضراتكو على نقطة برضه عشان ممكن فيه ناس مشواخدة بالها من الحتة دي الخبر اللي نزل بتاع البرلمان ده بيبكاتبه صحفي أو يعني حد بيتابع الكلام ده أولا ممكن يكتبه بطريقة غير اللي الوزير قالها ثانيا الكلام ده تكتب امتى بالزبط؟ مش شرط يكون تكتب في الوقت اللي هو تنشر فيه يعني ممكن يكون تكتب فرق من كذا ساعة يعني أو كذا يوم الله أعلم برضو نفس الحاجة دكتور طارق شاوي هنا كاتب الكلام ده على صفحة الوزارة مظنش ان الدكتور طارق شاوي أو مش مظنش أكيد يعني مش هو بنفسه اللي بيمسك التليفون ويكتب الكلام ده فيه ناس مسؤولة في الوزارة موظفين شغلتهم ان هم يطلعوا البيانات دي ممكن يكون هو قيل لهم الكلام ده انه يتكتب من كذا ساعة أو من كذا يوم وتكتب النهاردة ففكرة ان الخبرين نازلين ورا بعض على طول يعني لو فيه اي توضيح زيادة من جانب العارف الخبر ده تعمل امتى أو تقال امتى أو من جانب الوزارة الكلام ده تقال امتى ممكن نلاقي ان ما فيش تضارب قوي لو عارفنا ان فيه يعني فرق شوية في الزمن ما بينهم يعني من الاخر كده هل الوزير قال في البرلمان ان هو حيدرس الموضوع ويفكر في حتة التأجيل وبعد كده رجع في كلامه وقال ان هو لأ كل حاجة زي ما هي ولا البيان ده كان المفروض يطلع الاول ان كل حاجة زي ما هي وبعد مناقشة الفرنمان قرر الوزير ان هو يوعد انه يمكن يأجل او يفكر انا مش عارف اللي يعرف من حضرتكو يقول لنا في الكامس حابت بس اوضح لحضرتكو الخبرين دول طيب نقطة اخيرة برضو علشان ابقى اديت رأيينا انا دلوقتي كده قلت لكم الاخبار انما اقول لكم رأيي انا الشخصي رأيي الشخصي لو حضرتك او حضرتك طلبة ملكوش دعوة بكل اللي بيحصل ده واعرفوا زي ما قلت قبل كده وحقولها تاني مليون مرة ان الوزارة عملت امتحان اسمه EST صرفوا عليه عملوله ويبسايت عملوله انفراستركشور فيه موظفين شغالين عليه المهم ان فيه امتحان تام مش بالسهل ان هما يلغوه خالص فغالبا الامتحان ده موجود كده كده ومعمول علشان الطلبة بتوعى الدبلومة الامريكية فهو موجود عندكو لازم تذكروله وتستعدوله كده كده المشكلة كلها هل هو هيبقى الامتحان الوحيد ولا كمان الاي سي تي حيتقبل معاه اغلب اولياء الامور والناس اللي متحمسين لالغاء القرار مش عايزين يلغوا الاي اس تي هم عايزين يخلوا الاي اس تي موجود والاي سي تي موجود والاس اي تي يرجع تاني عايزين كل الابشنز تبقى متاحة طيب لو كل الابشنز متاحة ركز يا طالب واولياء الامور ركزوا معاي لو كل الابشنز التلاتة دول متاحين ليكو ان شاء الله هتدخل اني واحد من التلاتة ها قولي بسرعة هتدخل اني واحد من التلاتة لو جاوبت قلت اس اي تي تبقى غلط ولو جاوبت قلت اي سي تي تبقى غلط ولو جاوبت قلت اي اس تي تبقى غلط برضو زي الإجابة هدخل التلاتة حضرتك هتبقى ساعتها فعندك ميزة مش موجودة في أي حتة في الدنيا إن الجامعة هتقبلك بالامتحان ده أو ده أو ده فأنت تدخل التلاتة واللي السكور بتاعك هيبقى أعلى فيه هتقدمه للجامعة فتدخل تمام حلو طيب افرض إن الاس اي تي ده مرجعش تاني وبقى عندنا است و اي سي تي اللي هو الوضع اللي كان موجود قبل 15 فبراير على طول هتدخل أنهي واحد فيهم الاثنين برضو طب ليه الاي اس تي للجامعات المصرية الاي سي تي لو غيروا بل الجامعات المصرية برضو والاي سي تي للجامعات الدولية طب أسوأ حال بقى يعني أضع في الإيمان حضرتك الوزير أقر إن الاي اس تي هو الامتحان الوحيد اللي مقبول في التنسيق المصري انتهى حضرتك هتدخل أنهي امتحان سهلة دي مستر كريم هتدخل اي اس تي لا هتدخل اي اس تي و اي سي تي برضو الله ليه الاي اس تي علشان خاطر تدخل التنسيق المصري والاي سي تي علشان تدخل جامعات الدولية او تسافر برة لو جات لك فرصة بس كده يبقى كطالب وكولية أمر كده كده اعمل حسابك إنك تستعد للامتحانات دي واعمل خطتك وانا نزلت فيديو تاني هتلاقوه على البيج عندنا على اليوتيوب على الفيسبوك وعلى الشانل على اليوتيوب بتكلم فيه عن الجدول المفروض يكون المفروض ندخل قاني امتحانات الفترة الجاية بليز شوفوه تمام يبقى اعمل حسابك إنك تدخل كده كده الامتحانات دي وذاكر واشتغل وادخلهم طيب الكلام اللي الوزير قاله النهاردة هل ممكن بكرة يتغير احتمال كمان شهر ممكن يتغير احتمال ممكن يعني أنا ما بحبش أكلم في السياسة وما بفهمش فيها قوي ممكن الوزير نفسه او خطة الوزارة تتغير ممكن صح طيب يبقى ليه أتعب نفسي أنا بقى دلوقتي بأنه أنا أفكر في الحاجات دي كطالب وكوالي أمر لا أنا أشتغل واذكر طيب عن ناحية تانية بقى فيه أولياء أمور متحدين مع بعض ورفعين قضية وبيعملوا توكيلات للمحامي علشان خاطر يمشي في إجراءات قضية ضد وزارة التربية والتعليم لإلغاء القرار ده أو تعديل أو كده هل ده شيء كويس ولا وحش أكيد شيء كويس أي حد له حق وعايز يرفع قضية وعايز يمشي في اتجاه القضاء فهو عنده حق وربنا ينصره إن شاء الله ودي حاجة جميلة جدا طيب كأولياء أمور نمشي في السكة دي لو مقتنع بيها امشي في السكة دي طبعا براحتك ما فيهاش مشكلة بس ده ملوش علاقة بالمذاكرة لأن النتيجة القضية دي أيا كانت ابنك وبنتك كده كده هيدخلوا الامتحانات دي كلها فخليهم يذاكروا ويستعدوا للامتحانات دي كلها الفكرة من القضية إنه ما يبقاش فيه حكر أو احتكار لامتحان واحد اللي هو ال-ESD وده يعني مطلب منطقي جدا في أي حتة في الدنيا إن ما يبقاش فيه احتكار في حاجة معينة طيب ما فيه منافسة دي بتبقى حاجة حلوة دايما سواء بقى القضية دي نفعت ولا ما نفعتش حضرتك زاكر واستعدت خلاص ده كان رأيي الشخصي ويا رب يكون الفيديو ده مفيد بالنسبة لحضراتكم لو تعرفوا حد تاني في ال-Diploma الأمريكية متأثر بالكلام ده سواء يعني طلبة أو مدرسين أو أولئة أمور اعملوا لهم شير للفيديو ده يعني لو سمحتوا ويمكن يكون مفيد بالنسبة لأي حد وإن شاء الله أشوفكم على خير في فيديوز تاني ربنا معكم بإذن الله السلام عليكم